درجة الماجستير لطالبة بعد وفاتها بعامين في سادقة اكاديمية منحت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة درجة الماجستير لطالبة متوفات اذ قررت الجامعة مناقشة رسالتها رغم وفاتها قبل عامين ومنحها الشهادة العلمية القصة بدأت من اختيار الطالبة لي كمشرفة حيث حضرت لمكتبي وانا لم يسبق ان درستها وطلبت الاشراف عليها وعندما سألتها لماذا اخترتيني قالت سمعت انك تتعاملين مع الناس بانسانية وهذا هو السبب الرئيسي لاختيارك مشرفة لرسالتي واشارت الدكتورة فاطمة الى انها بدأت اجراءات تسجيل رسالة والبحث العلمي كون الطالبة من افضل الطالبات اللواتي قابلتهم وفي فترة بسيطة استطاعت ان تتعلم نفس اسلوب المشرفة عليها والطريقة في الكتابة الى ان وصلت لمرحلة متميزة وكشفت الدكتورة فاطمة يوسف مشرفة رسالة الماجستير للطالبة خلود بتو لعكاظ ان الجامعة وكلية علوم الانسان والتصاميم منحت الماجستير للطالبة بعد وفاتها بعامين في سابقة للجامعة وقالت تم اليوم مناقشة رسالة الماجستير للطالبة التي توفيت اثناء اعدادها وعملها على الرسالة وزادت الدكتورة فاطمة دائما كنت اسألها لماذا انت حريصة جدا على الماجستير فكان ردها اتمنى ان يكون اهلي سعداء بنجحي واحقق حلم حياتي واكدت الدكتورة فاطمة ان الطالبة خلود وصلت لمرحلة جدا متقدمة في الدراسة عن تأثير مكمل مستخلص القهوة الخضراء على زيادة وزن الجسم ومقياس مستوى الدهون لدى البالغين في السعودية كانت الطالبة حريصة جدا ومجتهدة وفي شهر رمضان خلال ازمة جائحة كورونا تحرص بعد صلاة الترويح يوميا على الاجتماع مع المشرفة لانهاء الرسالة في اسرع وقته وكأنها تستشعر قرب وفاتها حتى انها انتهت من البرزنتيشن الخاص بالمناقشة الذي استخدمته اليوم في مناقشة الدراسة ولفتت الدكتورة فاطمة الى ان التعب بدأ يظهر على الطالبة وبعد اجراء الفحوصات الطبية اتضحت اصابتها بسرطان المرئ حيث توفيت بعد اسبوعين من العلاج ما زلت اتذكر كلامها واسرارها وتعبها ومجهودها الكبير الذي بذلته وانجزت فيه رسالتها ولم يتبقى غير اخر خطوة فسعيت لان احقق لها امنيتها جرى استكمال اجراءات تشكيل لجنة المناقشة وجرت المناقشة اليوم الاربعاء بحضور كبير من اسرة الطالبة خلود رحمها الله وزميلتها الطالبات واعضاء هيئة التدريس واصدرت اللجنة توصيتها بمنح الدرجة العلمية للطالبة اطمح دائما لطلب العلم فالمعرفة هي الاساس الذي يبني المجتمعات القوية بكل درس تتعلمه تضيف قيمة لنفسك وتسهم في تطوير محيطك العلم ليس فقط مفتاح الفهم بل هو ايضا جسر يربط الناس ويجعل العالم مكانا افضل فلنكن محركين للتغيير ولنبني جسورا من العلم تربط بين قلوب البشر وتفتح افاقا جديدة للتعاون والفهم المتدادل نشكركم لدعمكم المتواصل